أنا كنت اتكلمت مع سيادتك في حلقة قبل كده عن فرعون وانتصرت وملت إلى القول بأنه يمثل محطة في تاريخ الإلحاد وذلك رأيي الحافظ ابن كثير بس الحقيقة بعد ما رأيت كلام الإمام فخر الدين الرازي وكلام الإمام طهر بن عشور وجدت أن كلامهما في غاية الوجاهة وأعجبني من المؤلفين الوقفة عند هذا الأمر التي يخلصان منها إلى أن كل محطة يمكن أن يدعف إلى الحد فرعون لا يثبت هذا فبنقول هنا في صفحة 69 بيقول المؤلفان لقد وردت دعوة إلحاد فرعون وإنكار الوجود الإله عند ابن كثير في تفسير هذا الذي كنت استندنا إلى أولا ومنهم من يرى بأن فرعون كان عارفا بالله في نفسه مع ما يظهره من الإنكار عنادا إذن لم يكن يجحد وجود الإله لكن كان يعاند ويكابر ومنهم من يعده جاهلا بالله وقيل كان دهريا ينفي الصانع وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى وجوب طاعته والانقياد له هكذا لخص الفخر راز القضية الطهر بن عشور أتى بكلام طويل في هذا الأمر لكن من أعجب ما يمكن أن تراه وتقف عنده في صفحة 70 بيقول لك كذلك فإن فرعون وقومه كانت لهم آلهة ولم ينكروا وجود الإله بل في الآية الكريمة وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كم أعجبني من الكاتبين الوقوف عند هذه اللمحة أن حتى قوم فرعون يثبتون من خلال هذا الحوار أنه قد اتخذ لنفسه آلهة وأنه لم ينكر قضية الألوهية وإن اضطرب فيها وإن حاول أن ينحرف بها ويخلعها على من لا يستحق الألوهية لكن لا ينفي وجود موجد لا ينفي وجود إله وإن ادعاه لنفسه فهو يدعي لنفسه أنه ممثل الآلهة الذي يجب الانقياد له إذن يعني ده برضو تفصيل كان يهمني كثيرا الوقوف عنده